بين السطور لطائف النفحات تسكي النفوس بأعبق البركات يحيى العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله تعالى في كتابه الكريم بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره الله سبحانه وتعالى لم يخلق الإنسان عبثا وإنما خلقه لحكمة وقد أشار سبحانه وتعالى إلى هذه الحكمة في قوله تعالى إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم الآية وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ يعني للرحمة خلقهم الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان لا لحاجة منه إلى الإنسان لأن الله غني عن عباده فخلق الإنسان لحاجة الإنسان وليرحم هذا الإنسان وطريق هذه الرحمة العبادة وما خلقت الجنة والإنسة إلا ليعبدون هذا الطريق إلى الرحمة وإلا الغرض الأساسي هي الرحمة العبادة طريق لها حسب ما يعبر الأصوليون نحن لنا غرض أدنى وغرض أقصى يعني مثلا أنتم خرجتم من العراق غرضكم الأقصى زيارة الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام ولكم غرض آخر هذا الغرض الأدنى هي زيارة السيدة المعصومة عليه الصلاة والسلام ومروركم بمدينتكم هو طريق لوصولكم إلى مدينة مشهد فالغرض الأقصى هي الرحمة وطريق هذه الرحمة العبادة لذلك كانت العبادة غرضا للخلقة لكنها الغرض الأدنى زيان الله خلق الإنسان ليرحمه لكن هذا الإنسان يجب أن يكون قابلا لتلك الرحمة لأن الله سبحانه وتعالى حكيم والحكيم لا يفعل فعلا من دون مصلحة الحكمة شنو هي الحكمة وضع الأشياء في مواضعها الله سبحانه وتعالى رحيم لكنه في الوقت نفسه حكيم وحكمة الله سبحانه وتعالى تكون السبب في أن الله يرحم إذا واحدهم الله ما يرحم لعدم الحكمة في رحمته لأنه ليس قابلا لهذه الرحمة إذا نريد أن نمثل مثال عرفي إذا نفرض أن فقير سائل جاء وسألكم مالا والإنسان المسؤول صاحب ثروة لكنه يعلم بأن هذا السائل الفقير الذي يجدي يريد أن يصرف هذا المال في قتل إنسان يريد يشتري به مثلا سكين أو سلاح ليقتل به إنسان الإنسان العاقل يدفع مال لهذا الشخص يقول أنا كريم وأني رحيم فأطي فلوس لهذا الإنسان يقولولا أنت كريم أنت رحيم بس لازم تكون حكيم هذا المبلغ الذي تريد تدفعه في موضعه لذا من الأدعية التي يدعى بها يقولون أصاب الله ببرك مواضعه يعني أنت عندك بر إحسان الله سبحانه وتعالى نسأله أن يجعل إحسانك في أماكن الصحيحة ليس في المكان الخطأ والغلط فالله سبحانه وتعالى حكيم وحكمته تقتضي أن تكون رحمته الخاصة للمؤمنين فقط لأن غير المؤمن ليست له قابلية لتلك الرحمة فإفاضة تلك الرحمة الخاصة إلى غير المؤمن هذه خلاف الحكمة والله سبحانه وتعالى لا يفعل أمرا خلاف الحكمة فإذن الله الله عنده رحمة عامة رحمة وسعة كل شيء لكن الرحمة الخاصة وفي الآخرة للمؤمنين زين إحنا المفروض الله سبحانه وتعالى خلقنا ليرحمنا وهو كريم بس المفروض أنه نحن نجعل أنفسنا قابلين لتلك الرحمة إن القابلية لتلك الرحمة حتى الله سبحانه وتعالى بحكمته يفيض تلك الرحمة علينا فشلون الإنسان يجعل نفسه قابل لتلك الرحمة أن يجعل نفسه قابلا لتلك الرحمة بالإيمان والعمل الصالح ولذلك في الآيات الشريفة تأكيد في كثير من الآيات بالإيمان والعمل الصالح المشكلة الموجودة أن الإنسان نفسه ترغبه إلى الكسل ترغبه إلى الفرار من المسؤوليات الإنسان نفسه ترغب إلى هذا الأمر حسب الآية الشريفة إن النفس لأمارة بالسوء زيان من جملة تسويلات النفس اللي تخدع بي الإنسان هو التسويف 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 من جملة تسويلات النفس حسة اليوم ما صار باتر باتر ما صار عقب باتر عقب باتر ما صار بعده ومن جملة تسويلات النفس خلق الأعذار لأن الإنسان بطبع يريد يدافع عن نفسه زيان إذا هو في نفسه كان مدان هاي الحالة متعجبة إذا تشوفون الطفل الصغير إذا ارتكب خطأ إذا أبوه أمه يجيون يردون يحاسبوه فورا يجيب عذر يعتذر بعذر لماذا فعلت هذا الفعل؟ لأجل كذا ليش يجيب عذر؟ لأجل أنه يريد يدافع عن نفسه زيان الإنسان الكبير أم كذلك إذا ما مأدي الواجبات إذا مقصر في الفرائض إذا يطلب الراحة والكسل والفشل وما إلى ذلك بس يريد يدافع عن نفسه ما يريد هو يتحمل المسؤولية فالنفس تسول للإنسان بحيث أنه يشعر بأنه ضميره مرتاح لأنه إذا خدع نفسه ينام براحة بال فالإنسان من تسويلات النفس أنها تأتي بالأعذار الواهية لكي الإنسان يقتنع ويكون مرتاح الضمير ولذلك على الإنسان أنه لا يفرط في الواجبات ولا في الوظائف ولا أنه يصغي إلى النفس لأن نفس الإنسان خداعه حسب تعبير أحد العلماء يقول هذه النفس تخدع الإنسان كيف تخدع الإنسان؟ دائماً تصور للإنسان الأعمال غير الصحيحة أو الأعمال السيئة تصورها بطريقة حسنة أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة وأيضاً إذا ارتكب السيئات النفس تجي تبرر فعلاً للسيئات حتى يكون مرتاح الإنسان لازم يلتفت ولذلك ترويض النفس والاهتمام بالعمل هذا جداً مهم الإنسان أي عمل يقوم بي سواء كان هذا العمل من الأعمال الصالحة أو من الأعمال الاجتماعية المختلفة أو كذا لازم دائماً يخلي في بالا لعله هذا العمل مو صحيح لعله النفس دا تخدعني وتصور لي أن هذا العمل صحيح دا يقوم بالعمل رياءاً هو في الواقع دا يعرى الناس بس النفس تصور لي أنه لا أنت دا تهدي الناس هو دا يعمل العمل غير السليم وغير الصحيح النفس تصور لي أنه لا العمل صحيح وإذا ابتلية بسيئات عمله لأن العمل السيء إلى أثار إذا ابتلية بسيئات عمله النفس دائما يتبرر أنه هذا الثشي الذي?.. أنا خش إنسان البقية المجتمع الناس فلان فلان جارنا قريبنا كذا هو اللي مقصر في القضية صوتي هو مو صوتي وهذا يسبب أن الإنسان لا يقوم بواجباته ويسوف في أعماله وبعديا عمره يخلص يوم القيامة وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر ماكو مجال للرجوع حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون زيد بن علي رضوان الله تعالى عليه زيد بن علي بن الحسين الشهيد المدفون في منطقة قريبة لشفل بين النجف وكربلاء وهذه المنطقة كانت تاريخيا تسمى كناسة الكوفة هي قريبة للكوفة يمكن خمسة وعشرين كيلومتر من الكوفة ولعله في ذاك الزمان كانت جزء من الكوفة لأن الكوفة كانت كبيرة جدا فزيد بن علي بن الحسين رضوان الله تعالى عليه هذا حسب ما يظهر من الأخبار الروايات أنه كان معذون من قبل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام لأنه كان عم الإمام الصادق لكن من حيث العمر متقارب عمرا مع الإمام الصادق يمكن سنة أو سنتيا أكبر من الإمام الصادق فأراد أن يثور ضد بني أمية في زمان الإمام الباقر راد يثور الإمام الباقر ما أذن له فما أثر في زمان الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام راد يثور الإمام أذن له ولكن خبره كلا إذا شئت أن تكون المقتول المصلوب في كناسة الكوفة المنبوش المحروق فكن إذا شئت أجاز له ولكن في الوقت نفسه الإمام الصادق لم يرخص لأصحاب الخاصين في أن يشتركوا في ثورة زيد يعني رخص لزيد في الثورة أجازة ولكن لم يرخص لأصحابه الخاصين أن يثوروا مع زيد ولعل السبب في ذلك أن الإمام الصادق كان يريد أصحاب الخاصين ينشغلون بنشر العلم استغلال الفرصة اللي بين بني أمي وبين بني عباس فإذا كانوا يثورون ويقتلون ما كان أحد يوصل هذا العلم إلينا وفي حديث عن الإمام الصادق يقول لولا فلان وفلان وفلان من أصحابه يذكرهم لن درست آثار النبوة فعلم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام أغلب وصلنا عن الإمام الصادق عبر هؤلاء لذلك الإمام منعهم من الثورة مع زيد ولعله جهات أخرى كانت موجودة فزيد رضوان الله تعالى عليه ما كان يدري أن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام منع أصحاب الخاصين من المشاركة معه في ثورته فيجأ إلى أحد أصحاب الإمام الصادق قال له في مقدمة في كلامه مفصل الكلام موجود في الرواية موجودة في كتاب الكافي الشريف قال له إذا واحد مننا أهل البيت إذا طلب منك النصرة فتجي تنصره أنت لولا فهذا صاحب الإمام الصادق هو رجل فقيه كان قال له إذا كان أبوك أو أخوك فنعم إذا أبوك يعني الإمام زين العابدين أو أخوك الإمام الباقر إذا طلب مني الثورة أنا هم أثور قال له زين فأني أردثور شنو الجواب جاوب قاله إنما هي نفس واحدة هذا ما يحتمل بي الخطأ إذا واحد أخطأ خلص إذا مات في موته الغير مرضية لله سبحانه وتعالى يكون أهل جهنم هم فيها خالدون لهاي الأمور ما بيها احتمال الخطأ فلذلك الإنسان لازم يكون في بيّن من أمره إذا آمر ما بي احتمال الخطأ في موت وحياة في دين إذا أنت اتبعت هذا الدين إما أن تفوز بالجنة وإما خسارة بالنار أبدا الآبدين هذا بعد ما بي مجال لأن الإنسان يفرط به إنما هي نفس واحدة وأني هذه النفس ما مستعد أن أبذلها مو جبنا ولا خوفا لا ما أستعد أن أبذلها بشيء أنا ما مأذون لي في ذلك هذه المسألة جدا مهمة الإنسان لازم يدير باله نفسه خدع وتأتي بالمعاذير المختلفة لتخدعه أمير المؤمن عليه الصلاة والسلام في نهج البلاغة في كلام يقول أنه إذا الباطل كان متمحض ما كو أحد يتبع الباطل لكن المشكلة شنو هي يصير خلط بين الحق والباطل منا ضغط ومناك ضغط وهنانا الشيطان يجي يستولي على أوليائه هذا اللي يريد يخدع المؤمنين ما يجي بكلام باطل يجي يقول آني نبي خم أحد يتبع لأنه بعد الرسول محمد صلى الله عليه وآله ما كو نبي حتى الأئمة اللي هما أفضل من الأنبياء باستثناء جدهم الرسول صلى الله عليه وآله هؤلاء ما مون أنبياء أئمة هو واحد ما يجي يقول يا أيها الناس آني أريد أسلبكم دينكم أريد أسلبكم تشيعكم أريد أسلبكم إيمانكم لا يجي للإنسان بمظهر أنه آني الدين آني جاي أرشدكم فرعون عندما يعارض موسى شنو يقول لقوم مصر يجي يقول موسى على حق وأني على باطل لا وموسى هم شنو كان يقول نفس الكلام كان يقوله موسى بس الفرق أنه موسى كان يقول الحق بالحق وفرعون كان يقول كلمة الحق ولكن يريد بها باطل الخوارج الذي نثاروا على أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وكفروا أمير المؤمنين شنو شعارهم شعارهم كانت آية قرآنية إن الحكم إلا لله وكان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يقول كلمة حق لأن آية قرآنية كلمة حق يراد بها باطل وحتى أمير المؤمن عبر عن الخوارج قال لا تقاتلوا الخوارج من بعد فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه معاوية كان يطلب الباطل ووصل إليه إلى الباطل الخوارج كانوا يطلبون الحق بس ناس كان دماغهم مغسول عقولهم كانت عقول ضعيفة ما حكموا عقولهم ولذلك خرجوا على أمير المؤمنين وخسروا الدنيا والآخرة الإنسان نفسه واحدة روحه واحدة هذه الروح الواحدة لازم يحتاطلها في الحق المحظ وإلا أصحاب الأهواء والأفكار الباطلة الآن يصورون الباطلة حقا وكثير من الناس ينخدعون ما يجيك بإسم معاوية لا يأتي بإسم يزيد يأتي بإسم الإمام الحسين يأتي بإسم الإمام المهدي يشوف الناس متعطشة للإمام المهدي عليه الصلاة والسلام بهذا العنوان يجي يخدع الناس يشوف الناس متعطشة للإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بهذا العنوان يجي ويخدع الناس يزيد بن معاوية أو معاوية لعنة الله عليهم ذو الأخو كانوا ضد الرسول صلى الله عليه وآله والقضية معروفة لا والله إلا دفنا دفنا بس نفس معاوية كان يرفع شعار أنه آني خليفة الرسول هو ضد الرسول ولم يؤمن بالله طرفة عين بس يريد يخدع الناس هؤلاء الناس كيف يمكن أن يخدعهم يخدعهم باسم الرسول فلذا رفع شعار أنه آني خليفة الرسول صلى الله عليه وآله فالإنسان لازم يلتفت أن النفس خداع تجر الإنسان إلى الدنيا وإلى الأهواء الباطلة وتصور الباطل حق وأكو شياطين الإنس والجن هؤلاء يعاونون هذه النفس الأمارة بالسوء ويحاولون خداع الناس الإنسان لازم يلتفت أن الدين لازم لا يخدع عنه ويحفظ نفسه ويحفظ أولاده ويحفظ مجتمعه وإلا فجأة يشوف نفسه خسر الدنيا والآخرة وكثير من الناس من أصحاب الأهواء الباطلة إحنا هم شفنا ولا زال نراه في العراق بعد سقوط النظام إسه سواء مرتبطين بالبعثيين أو مرتبطين بالاستعمار أو مرتبطين بالوهابيين أو لا ناس أصحاب أهواء يريد يكسب له جماعة ما قدر يكسبهم عن طريق الصحيح عن طريق الباطل يجون يطرحون أفكار بعنوان الدين بعنوان الإسلام بعنوان التشيؤ بعنوان الإمام المهدي بعنوان الحق ومجموعة من الناس يخدعون بهم هو في الواقع النفس الأمارة بالسوء من جهة ومن جانب آخر شياطين الإنس والجن وبعدين يتخذون أساليب جدا سخيفة والناس الجهلة يتبعونهم شاف بالحلم زيان؟ بالطيف شاف أو أنه مثلا كذا الإمام المهدي قال فد واحد فد كلام هس منه ذاك الواحد صادق كاذب كذا يتركون القرآن وروايات أهل البيت والعلماء الربانيين وبهذه الأساليب السخيفة يخدعون الناس والناس منخدعون بسبب الجهل فلذلك علينا الإيمان وأن لا نخدع والعمل الصالح وأن لا نسوف وأن لا ننخدع بالنفس ولا بمعاذيرها التي تلقيها لأن الإنسان عقل موجود إذا استعمل هذه الآية الشريفة التي قرناها في أول الكلام بل الإنسان على نفسه بصيره ولو ألقى معاذيره ألقى معاذيره يعني هاي يجيب الأعذار يجيب الأعذار المختلفة يلقيها للناس يمكن هو يخدع نفسه لكن إذا تأمل وفكر قد يكتشف الحق أو يشك في هذا الباطل وإذا حقق لعله يوصل إلى النتيجة والله سبحانه وتعالى إذا واحد يريد الهداية يهديه والذين احتدوا زادهم هدى وعطاهم تقواهم بين السطور لطائف النفحات تسكن نفوس بأعبق البركات تحيا العقول إذا أنار طريقها نور الهدى بروائع الكلمات ترجمة نانسي قنقر